لكن دلوقتي خلينا نتكلم عن الوجبة الدرامية المتميزة اللي هنشوفها في رمضان عشرين تلاتة وعشرين موضوعات متنوعة قلاص بشعيرها هلت وظهرت من خلال البروموز والبوسترات الدعائية على سوشيال ميديا كمان التفاصيل المشوقة عن قصة وأحداث كل عمل هنشوفه على شاشة التيفيزيون خلال شهر رمضان المبارك هنشوف حواديث وحكايات هتتناول قضايا ورسائل مجتمعية مهمة جدا زي ما احنا دايما نتعودين نتكلم في تلاتة و تلاتين عمل يا مصطفى صحيح وبأبون زي ما قلت يعني في البداية حصلت طفرة في الدراما الرمضانية من كم سنة كده كان رمضان بالنسبة لنا عادي مرة واحدة لقينا رمضان بأعلمي الدراما الرمضانية في مصر بقت عظيمة عبر عدد كبير من المسلسلات لكن الرمضان الجاي ده أعتقد نوح يبقى أكثر اختلافا وأكثر تميزا يعني لسه متكلمين على أحمد مكي الكبير في الموسم السابع الجميع ينتظروا اتنين مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة لأغنية بتاعته فده طبعا مؤشر مهم جدا عندنا مسلسل الصفارة للفنان الجميل أحمد أمين عندنا قصص وتضحيات الجنود المصريين حنشوفوا أيضا في مسلسل الكتيبة 101 حنشوف تكسيد تاريخ الحي الشعبي المصري في مسلسل سوء الكنتو لأمير كرارة وحنتعرف على حكايات اجتماعية واختلفة حيقدمها لنا أيضا طارق لطفي في مسلسل المذكرات زوج خلينا نعمل قراءة مبدئية عن قائمة مسلسلات رمضان ماذا سيحمل رمضان في موسمه الدرامي الجديد النقيدة الفنية لو سادة دعاء حلمي بنورنا النهاردة في ستوديو صباح الخير مصر هتحلل وحتقرأ وحتستشرف ما سيحدث في الدراما الرمضانية صباح الخير يا سادة دعاء صباح الفل يا ربي يكون كده إن شاء الله بإذن الله موسم رمضانية غني ومكثف يعني كلينا نبدأ معك بسؤال الحلقة احكي لنا عن مسلسلك الرمضاني المفضل أبرز مسلسل ثمان كنت تفرج عليه هو أكيد ليه الحلمية كلنا رقفة الهجان كلنا بس الحقيقة التعليق اللي قال عصفور النار الحقيقة اختيار مميز جدا لأن مسلسل نادرا ما بيورد ومسلسل مؤثر بشكل كبير للتفرج عليه الحقيقة إن كان مسلسل حقيقي متكامل بس عندنا مسلسلات كتير حقيقة شادوا دموع من أقوى المسلسلات اللي حصلت في الدراما المصرية فلا إحنا عندنا كده في تراثنا في كده علامات بارزة نور الشريف ومن محبيين نور الشريف نور الشريف يحيى الفخراني ناس كتير قوي الحقيقة محمود عبد العزيز الحقيقة محافظ الألقاب لأ إحنا عندنا تراث درامي جيد جدا طيب خلينا نبدأ معكي بقى في القائمة اللي تم أعلنها عن مسلسلات رمضان زي ما كنت بتكلم في البداية 33 مسلسل قصص مختلفة ما بين تراجيدي أكشن تاريخ كوميدي يعني في كده توليفة لطيفة جدا كلمين بقى عن القائمة دي شايفها إزاي هي فكرة التنوع زي ما هيك قلت فكرة الفرايتي فكرة أن انت ما فيش حد فأفراد الأسرة المصرية مش هيلاقي اهتمامه يعني حتى الأول كنا بنقعد نقول فين المسلسل التاريخي طب فين المسلسل الدين طب فين المسلسل الأطفال لا السنة دي احنا عندنا مسلسل الأطفال هو يحيى كنوز عندنا كمان مسلسل الدين يا سامين غانا ممكن يتصنف شوية فكرة أنه هو أطفال عندنا تاريخي سيرة الإمام أو رسالة الإمام الشفعي اللي هو الخالد النبوي الحقيقة نحنا عندنا الحمد لله بقينا بنحاول نحنا نرضي كل الأزواق فعلا الكوميدي كمان موجود الاجتماعي موجود العسكري زي ما حالك تفضلت الكاتيبة مية واحد لا عندنا السنة دي كل الأزواق موجودة بشكل جيد صحيح فيه نجوم مستمر غيابهم أو مش موجودين اللي كنا متعودين عليهم النجم الكبير طبعا زي ما عد الإمام يحيى الفخراني فيه نجوم مختفية شوية أو مش موجودة السنة دي بس كفاية نحنا فكرة أنه بقى فيه دراما عندنا دراما عرضية ما فيش البطر الواحد ما فيش النجم الأوحد لا هتلاقي هتلاحظي كل الأفيشات أو نقدر نقول بوسترز بتاعة المسلسلات كلها تحس أن هي بالعرض وكلهم أسامي كبيرة فأعتقد أن نحنا مقبلين على موسم قادر على المنافسة الكتيبة مية واحد ماذا سيحمل في طياتو وكيف سيختلف عن الاختيار بأجزاءه المختلفة لسه ما فيش أخبار كتير عنه بدارين هو لسه منزلش البرومو بتاعه أكيد بيبقى الأنباء عنده أكيد عندك الأنباء يعني فيه عمر يوسف طبعا فيه أسر ياسين التركيبة كلها أظن أن هي لطيفة جدا بس حقيقة ما فيش تفاصيل كتير عنه لأن الإخراج مش متعاوب مش بيتر ميمي التأليف مش باهر دويدار فإحنا عايزين لا أنا عن نفسي متشوقة جدا أعرف الكتيبة من واحد هيبقى إيه مالمه هنروح لبطولات داخلية ولا بطولات الجيش طب أنه فترة زمنية بالزبط لا واضح أنه جيش أو البوستر جيش آه فأظن أن هو هيبقى جاذب العين طيب نروح لكبير جزء السابع سبع أجزاء من المسلسل واحد برضو يعني ده مجهود كبير قوي فيك يعني يعني فيه جزء أو جزءين كده في النص شوية كان رتمهم أقل من باية الأجزاء لكن فيه عوضة قوية جدا لمكي من الجزء اللي فات أعتقد لازم يبني عليها الجزء ده لازم يكون فيه إضافة الجزء ده شايفة التوليفة أو متوقع أي جديد اللي ممكن يقدمه في كوزة ده يا رب يعني نحاول أن نحن نبقى الحكاية مش قيمة قوي على الارتجال السنة اللي فاتت الارتجالنا فعنا بشكل كبير التلقائية كانت لطيفة جدا الموقف مختلفة فكرة أن نروح لمسلسة السكواد جيم ونعيدها تاني لأن السكواد جيم كان حقق نجاح كبير ففكرة المحكاة ده صحيح أنه وقعد فيه عدد حلقات أكبر من المفروض يقعد فيه بس المرة دي يا رب نكون راحين لمواضيع أكثر حوكمة يعني محكومة أكتر من فكرة أننا نرتجل وخلاص السنة اللي فاتت ده نفعنا لأن كمان الوجوه كانت بالنسبة لنا جديدة وكلنا كانت كبير وحشنا بس التحدي المرة دي أكبر بكتير فيا رب يقدر يحافظ على المستوى ويقدر أنه يحصل أبجريد في الموضوع أو يحصل تطور بشكل كبير فلاقي كبير أنا حط إيدي على قلبي خايفة منه يعني قلقنا يعني زي ما حالت تقولي هو يحصل أحلو قوي قوي فعلا بالضبط وده اللي احنا متوقعينه لكن يعني زي ما حدريك قلتي لو تمت اللي أتناق أو تخذنا بالنا من نقطة دي أعتقد هيبقى فعلا أنجح من كمان من الموسم اللي فات أو من السيزن اللي فات نتعشم زيلك يعني لأن سالفتت زي ما قلتك الحلقة اللي قد كاتش جدا أن ابنه كان طب الابن ده جمني طب عايزين تفرج على مربوحة طب مين جاي بدل دون يا سامير غينم طب إيه لا يحصل الحاجات دي كلها صبت في صالح المسلسل طب السنية دي بقى هو دا التحدي وهي دا علامات الاستفامة حيانا 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 وأعتقد يا رب يعني 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 أعتقد هيكون أدها أكيد أو بس أهم حاجة أنه هو يعني يغرق زي ما بيقولوا كده في المحلية يعني ما يخشش في التيام الغربية أوي زي الأمريكان فوتبول أو اللعبة الحبار أو كده ويخليلنا النمازج المصرية اللي هي الشخصيات اللي متحك عليها طبازة وفزاع ومنشوفهم في القرية المصرية بأشكال مختلفة لا والمشكلة كمان إيه أن أنت بتبقى ساعات الكلام الإنجليش كتير جدا فساعات الأسرة المصرية اللي بقى العادية الطبيعية الطبقة المتوسطة ما بيفهموش هو قصده إيه لأنه بيبقى بيعتمد على أفلام أجنبي بيعتمد على أنك شايف الحكاية أو أنك متابع فده بيفقد شوية فكرة المتابع عمل سكيري موفي أم عمله ومش عارف محاكاة صحيح طب خليني أسألك على تاريخ الحي الشعبي وجملة استوقفتني شوية أمير كرار رح يعمل إيه يعني إيه تكسيد تاريخ الحي الشعبي الحي الشعبي تاريخه إيه في مصر وأمير كرار رح يقدم إيه هي الأحداث بدور ما بين عشرينات واربعينات القرن الماضي يعني فكرة الفتوات والاحتلال الإنجليزي بس شكلها بغلاف رومانسي فيه رومانس جدا عندنا لطيف جدا مع ما يعز الدين في عندنا بنشوف صورة مختلفة حسن المنباوي المخرج متميز جدا في المنطقة دي الحقيقة يعني أنا بقى حريصة رب ما يخرجش من المنطقة دي لأن ما بنصدق ما نلاقي مخرج ليه بصمة فحسن المنباوي أعتقد أن هو هيقدم صورة طليق يعني وده باين حتى من البرومو الحكاية كلها تحس أنها الجديدة على عين المصريين فده في حد ذاته ده مسلسل سوق الكانتو سوق الكانتو وأنا يعني أنا في انتظاره جدا لأن فكرة أن فتح عبد الوهاب وأمير كرار رح وما يعز الدين التوليفة دي لا الواحد عايز يشوفها وكمان لأن هاني سرحان كتب قبل كده الفتوة أعتقد أن هاني سرحان الكاتب فسوق كانتو متحمسة له بشكل كبير وبذات ما روحناش لملطقة خصبة وما تناولنهاش كتير في الدراما يعني بالشكل ده كمان بالزبط طيب نروح بقى ليسرى ومسلسل ألف حمد الله على السلامة أعتقد أن هي حبل تروح الكوميدي تاني يعني جربت ده السنة اللي فاتت وجاب الإقبال بتاعه بعدت شوية عن فكرة الساسبانس الاجتماعي اللي كنا بنشوفه في الفترة اللي فاتت فكرة خيانة الأسرة أو الإخوات أو مشاكل الميروس أو التفاصيل دي اللي لحنا لها بعدنا عنها تماما نصرفت كانت الموضوع بسيط جدا المرة دي كمان ست جاي من بره بقى لها كتير ما مجاتش عايزة تبيع بيت الجزة أو بيت اللي هو توفى فالفكرة لطيفة هنشوف بقى الكوميديا وهي واضح أنها متفقلة بشايماء سيف بيعمله جو لطيف مع بعض فأعتقد أنه ممكن يقدمه فارن حاجة كوميدية مش هنقول كوميدي قوي لا هنقول لايت كوميدي بشكل اجتماعي من خلال المفارقات بتاعت ولدها أظن أن هي هتروح برضو أو جمهورها بدأ يروح معاها لأن جمهور يسرى جمهور قطاع كبير بيحب الفنانة يسرى فهي حجزة مكانها يعني نصيبها في التورتة ونصيبها في البورسة بيبقى يعني خلاص القطاع العريض بتاحها هناك نسبة لها رمضان أو دراما رمضان مرتبطة بيسرى ده حيث ده حيثين كل سنة يعني في مسلسل يسرى أو هي يعني في الأول كان الناس قالنا أنها تنزل 15 حلقة بس بس بعد كده قالوا لا 30 فلا اليسرى محتفظة بنصيبها في بورسة رمضان زي ما بنقول يعني صحيح الناس كتير قالت ياسر جلال حيعمل إيه بعد الدور اللي عمله في الاختيار عندنا مسلسل علاقة مشروعة حيطلع في ياسر جلال في قصة ليه علاقة بالدراما الرومانسية حابين نتعرف على الدور الجديد لياسر جلال آه أنا ألقانا منه جدا لأن ياسر جلال بقاله فترة طويلة جدا هو لما رجع تاني يعني مثلا في 2017 تحديدا ما قبل 2017 للدنيا ما كانتش مظبوطة قوي مع ياسر جلال وكنا مفتقدينه وهو ما كانش يلاقي نفسه بعد كده لما ظهر عندنا في أكتر من مسلسل زر الرئيس آآآآآ رحيم آآآ أكتر من مسلسل لمساء أكتاف كان فيه أكتر من مسلسل حقق فيه بنجاح وطبعا كان قمتهم يعني كان المسلسل الاختيار بتدور الرائع اللي هو عمله آآآ المرة دي هو رايح اجتماعي فأنا مش عارف يعني خايفة يتظلم في وسط زحمة رمضان لأن نادرا الاجتماعي ما بيبقالوا نصيب قوي في رمضان دايماً بتلاقي الأكشن، السوسبانس، الجرايم القاتل، الكوميدي لازم تبقى حاجة فارسة قوية أو قوية عشان تلفت نظر المشاهد خايفة من المسلسل بتاعي سار جلال، خايفة من المسلسل بتاع الطارق اللطفي ومذكرة زوك لأن إحنا نحن في إيقاع اجتماعي ومش خايفة من المسلسل يسر لا لأنه ضام الجمهور يسرى وفي نفس الوقت انه لايت كوميدي فهيخطف العين بشكل كبير لكن ان اتنين بتوع اكشن يروحوا الاجتماعي مش عارفة ايه الاخبار بالذات ان ياسر جلال كمان مغيرش اللوك يعني اللوك بتاع الساسبانس او الاكشن هل ده هيليق معنا في موضوع فيه اجتماعيات وفيه بشكل غير ياسر جلال خالص فقلقنا بصراحة على اتنين دول جدا يعني طيب احمد امين لما شفناه في جزيرة غمام رمضان اللي فات كان سايب بصمة قوية اوز صحيح ويعني خلينا نقول ان احمد امين طبعا ليه اعمال تانية من قبل جزيرة غمام لكن تحديدا المسلسل ده مختلف وفرق معاه جدا شايف احمد امين والصفارة ومسلسل كاميدي وفانتازيا ورجع تاني لكوميديا مرة تانية طبقاتك ايه المسلسل احمد امين انا شايف انه هو جوكر شاطر موهوب عصد اللي يكتب سكريبت يقدر يعمل اي حاجة هو شاطر في منطقة الكتابة دي سكريبت ومنطقة الارتجال اللي متذكرة كويس مش ارتجال وخلاص ده نتيجة السوشيال ميديا ونتيجة شغله كبير في اكتر من حاجة على البرامج التلفزيون ففكرة احمد امين انا بحب كتابته كمان او بحب فكرة الكوميديا بتاعته كوميديا بتاعتمد على تشغيل الدماغ مش كوميديا افهته وخلاص شان كده بيخطف العين وبيخطف القلب ولما راح لمنطقة مختلفة في جزيرة غمام يعني اكد ما قولت ان الفنان الكوميدياني يقدر يعمل تراجدي بشكل كبير جدا زي عمام مدبولي الله يرحمه كان دايما الناس كلها تقول لا يعمل ازاي تراجدي بس شوفناه كان بيعمل تراجدي مرعب فا احمد بدير لا الحقيقة ان فؤاد المهندس اما حد بيبقى كوميديان بجد مش مجرد نجحة معه بالصدفة بيبقى ممثل قدير فا احمد امين انا شايفاه على طريق ان هو يبقى ممثل قدير اوي بزيادة مختلف ومثلسل الصفارة كمان هي صاح فكرته عن فيلم اجنبي بس الفكرة حلوة وخمستاشر حلقة انا كان نفسي يبقى تلاتين يعني انا من جمهور احمد امين جدا فلا انا متفائلة جدا جدا بالمسلسل دا ومنتظرة بشكل كبير وعظون ان الاطفال والتينيجرز والشباب اللي بيحب احمد امين كمان مستنين احمد امين قدر يكسب ثقة جمهور كبير جدا يعني حتى لو متفرجش بس بقى واصخ في احمد امين صحيح فلا انا مستنين المسلسل دا جدا جدا يعني طيب من زمان وما شفناش مسلسل ديني قوي من ايام قطاع الانتاج على التلفزيون لما كان بيعمل مسلسلات الدينية القوية يعني لا اله الا الله وعمر ابن عبدالعزيز ولا هذه السلاسل النهاردة عندنا رسالة الامام بكلمة الامام الشافعي بيعملها يعني ممثل عظيم وعالمي اللي هو خالد النبوي هيقدم ايه جمهوره موجود في رمضان كده كده هو حاجز حصة يعني وخالد النبوي ضدق فنهم شكل كبير بعد ما اشتغل في هوليو اشتغل في سينما العالمي ازاي حنقدر نقدم رسالة مختلفة في مسلسل ديني اه اتعشم ان احنا نناقش قضايا الدينية بشكل حقيقي مش مجرد بس من على الغلاف ايوا ومش بالشكل التقليدي ومش بالشكل المستهلك اظن العين كلها عين الجمهور كله بعيدة ان القاد هتروح لمسلسلها دا تحديدا ايوا انا معاك في دا عشان احنا فكرة التعطش زي ما حضرتك قلت طب هنقدمه بشكل عصري طب ازاي طيب هيبقى فيه اخطاء ولا لأ لابس ساعة طب انت عارف بقى جمهور السوشيال ميديا بقى يا جماعة اخدوا بالكو دا كان لابس كذا دا كان عامل كذا هيبقى الاسباط عليه قوي جدا خارد النبوي فنان بجد في المنطقة دي تحديدا احنا شوفنا في ممالك النار تحديدا كان محقق نجاح وصاد كبير جدا وكان عندي غيرة فنية على ان فنان زي دا احنا ما نستغلوش في المنطقة دي تحديدا منطقة ركوب الخيل ومنطقة اللغة العربية ومنطقة الشكل التاريخي فالمرات دي برضو ازون المسلسل دا هتم تقييمه ورصده من قبل كثيرين رجال الدين هيترصدوله النقاد النقاد فالحقيقة انه اختبار صعب الخزنة اه وكمان هما دخلوا تصوير شوية متأخر وشوية كان فيه مشاكل في الورق او السيناريو استبدال اكتر من كاتب فيا رب ان هو يعدي باذن الله بالنجاح اللقق عشان يشجع بقية المنتجين على انه نروح للمنطقة دي لانها فعلا منطقة فضية تماما بقى ناسنين لا اعتقد خارد النبوي من الفنانين كمان اللي يعني بيركز وبياخد باله قوي من التفاصيل اخيرا مونازكي وتحت الوصاية البرومو كان مشجع جدا بالذات ان محمد شاكر خضير المخرج دايما كان بيروح للحاجات اللي هي كلاسي قوي يتحسي مسلسلات ومسلسلات صف وشوية طريقي الى التطفيق الشمس جراندو قتال ما كناش بننزل للشوارع وننزل للحواري وننزل نصور في اماكن لوكيشنز طبعية فده تحدي مبدئيا لمحمد شاكر خضير وانا اعتقد ان هو قد التحدي ده مونازكي بعد لعبة نيوتن احنا كنا شخصية هنا البنت المصرية اللي عندها مشكلتها الخاصة سواء نفسية او اجتماعية هنا بنشوف حنين او البنت المصرية برضو بمشكلتها بتحديات فكرة المراس ومراس الجزء وفكرة انها تشتغل صيادة في دميات او على مركب صيد منطقة خصبة وجديدة وما رحنا نرهاش خالص قبل كده فالتحديات اظهرنا ستبقى كبيرة اوي مونازكي عندي ثقة فيها اكيد عندي ثقة في ان هو فكرة خمستاشر حلقة بس ده برضو تحدي وبتدربي الدربة بسيطة وسهلة وهتؤدي الى هدفها فلا المسلسل انا شايفة ان هو منتظرة بشكل كبير وبالذات ان هو بطولة مطلقة يعني مونازكي مفيش جنبها حد شفناها في مسلسلات تانية كان معها محمد ممدوح معها فراج يعني دور تاني معها بس في النهاية دويتو لكن المرادي هي الوحدها تماما اه عندها شوية ادوار بس في جانب الشر هي بقى ايه بقى يعني هو ده وبالذات لبعض ردود الافحال السخيفة اللي حصلت نتيجة البوستر بس انا شايفة ان دي كلها تفاصيل صغيرة وبتعدي يعني طب على سواء اللي انت بتقوليه او على سواء المسلسلات الدينية نتكلم في رسالة الامام الامام الشفعي خلد النبو او على المسلسلات الوطنية عندنا الكاتبة 101 المسلسلات الكوميدية عندنا الكبير في موسمه السابع عندنا وجبة درامية دسمة انت قلت 33 مسلسل 33 مسلسل في شهر رمضان انتظروا موسم رمضاني ساخن للغاية اتكلمت عنه بالتفصيل النقدة الفنية لو استاذها دعاء حلمين ونورتنا النهاردة في السوديو صباح الخير المسل نورتين شكرا شكرا شكرا